اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منشية أحمر معي أنا إنس حليم ونبدأ من ملفنا الرئيس عدد العراقيين يتجاوز 43 مليون نسمة تحولات اجتماعية فرضتها الظروف المعقدة أيضا في ملفنا الثاني دعوات للإسراء بتشكيل المجالس المحلية واحترام التوقيتات الدستورية في ملفنا الثالث والأخير خرائط السياسة في العام 2024 كيف تغير وجه الاقتصاد في العالم اكثر من 43 مليون نسمة هذا عدد العراقيين وفق آخر البيانات المعلنة من وزارة التخطيط لكن الأمر لا يتعلق بزيادة عدد السكان وإنما يرتبط بمدى توفر الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين في بلد عن الحروب والكوارث والاضطرابات تشير الأرقام إلى تشكيلة متنوعة من الفئات العمرية المختلفة التي يضمها العراق حيث حازت نسبة السكان بعمر أقل من 15 سنة على 41% من مجموعة السكان وهو تحدي كبير أمام السلطات التي ينتظر منها أن تقدم الكثير من الخدمات على مستوى التعليم والصحة وتوفير البناء التحتية وغير ذلك يضف إلى ذلك التحولات التي كشفتها الأرقام ومنها انحسار نسب سكان الأرياف إلى أكثر من 30% وهو ما يثير أسئلة عن دور السلطات المعنية في تسجيع سكان تلك المناطق على البقاء فيها ومزاولات الزراعة بما يدعم الاقتصاد الوطني نتابع هذا التقرير ثم نعود تشير الأرقام الصادرة من وزارة التخطيط إلى أن عدد سكان العراق في نهاية العام الماضي قدر ب43 مليون و324 ألف نسمة بينما بلغت نسبة سكان المناطق الحضرية أكثر من 69% ونسبة سكان الأرياف أكثر من 30% وأوضحت الوزارة في بيان أن نسبة السكان بعمر أقل من 15 عاما بلغت 41% من مجموع السكان فيما بلغت نسبة السكان بأعمار 15 عاما إلى 64% سبعة وخمسين في المائة وبحسب البيان فإن نسبة الذكر النشطين اقتصاديا بلغت 87% فيما بلغت نسبة الإناث النشطات اقتصاديا 13% ويحذر مختصون من أن ينعكس هذا الارتفاع على شكل المزيد من العشوائيات ومناطق جديدة لا سيما على أطراف المدن فيما تزداد الأزمة مع استمرار هجرة العائلات والشباب من المدن الأخرى بسبب تحديات الجفاف والعوامل الطبيعية إضافة إلى اعتقادهم بأن المجيء إلى مراكز المدن يحسن أوضاعهم الاجتماعية وفي هذا الملف ينضم معنا البحث في شن الاقتصادي سيد صفوان قصي وأيضا الأكاديمية في التخطيط الستراتيجي والباحثة في رسم السياسات الستراتيجية السيدة زينب مزهر أهلا بكما ضيفين عزيزين نبدأ معك سيد صفوان مع تحقيق نسبة السكان بعمر أقل من 15 سنة كما شاهدنا في تقريرنا بنسبة 41% في العراق كيف يمكن للسلطات أن تواجه التحديات في تقديم خدمات التعليم والصحة وأيضا خدمات أخرى لهذه الفئة الكبيرة تفضل طبعا من الواضح حقيقة برنامج وخطة وزارة التخطيط 22-30 وضعت رؤية يفترض أن تتحول إلى منهاج عمل للوزارات الاتحادية لكي نستوعب هذه الزيادة السكانية ونستوعب هذه الأجيال التي تنامى تدريجيا يفترض أن جميع الوزارات الاتحادية تحول هذه الزيادة إلى نقطة قوة وليست إلى تخفيض في جودة الخدمات المقدمة من الحكومة عمليا العراق يستطيع أن يخلق فرص عمل في القطاع العامة والقطاع الخاص لأن الموارد المتاحة عديدة لم نصل إلى مرحلة تعجز الدولة فيها عن استيعاب هذه الزيادة ولا زالت هناك قوانين تسمح بالزيادة السكانية لكن سوء توزيع الزيادة سوء توزيع قدرة استيعاب هذه الزيادة لكي تتحول إلى نقطة قوة في زيادة حجم الإنتاج المحلي بالتأكيد هي المعيقات عمليا هي عبارة عن مؤشرات تصدر بين حين وآخر من وزارة التخطيط هي مؤشرات انذار إذا لم نستطع استيعاب هذه الزيادة بالتأكيد ستزداد الجريمة ويزداد الفقر وتزداد الأمية حاليا عملية الاستثمار في القرى والأرياف يمكن أن تساهم في بقاء السكان في تلك المناطق وكذلك حكومة السوداني شرعت بالتعاون مع مؤسس التمويل الدولي في الاستثمار في إيقاف حرق الغاز لإيقاف التغيرات المناخية وإعادة أحياء الزراعة في العراق دولة مثل المملكة العربية السعودية الآن بشراكة اقتصادية مع العراق من الممكن أن تساهم في تقليل آثار الزيادة وبالتأكيد خلق تجمعات سكانية تستطيع الاستدامة نعم يعني تحدثت عن نسب انحسار سكان الأرياف وأيضا التقرير الذي يشير إلى أنه وصلت سكان الأرياف إلى أكثر من 30% انحسارهم في تلك المناطق هل تعتقد أن هناك حاجة لتسجيع هؤلاء السكان على البقاء في تلك المناطق وممارسة الزراعة وما هو الدور المتوقع من السلطات في هذا السياق لأنه اليوم يوجد في العراق فقط استيراد ولا يوجد أيضا إنتاج محلي خصوصا الزراعة اليوم في انحسار كبير طبعا واضح منهج حكومة السوداني في إكمال ميناء الفاو وربطه بالاتحاد الأوروبي وهذا الطريق طريق التنمية سيكون مصدر دخل لمدن مستدامة على هذا الطريق نتوقع أن زيادة المعابر الحدودية مع المملكة العربية السعودية واستثمار المياه الجوفية المتجددة وإيقاف حرق الغاز وزيادة الاستثمار في المرشات وأجزة الزراعة الحديثة ستساعد في توسيع الرقعة الزراعية العراق يمكن أن يكون مصدر دخل من الانتاج الزراعي خاصة أن دول الخليج تطلع إلى تحقيق أمنها الغذائي من داخل العراق لدينا أقليم كردستان أيضا هو عبارة عن سلة غذاء العراق وكان يغذي في السبعينات المناطق دول الخليج علينا الاستثمار في جودة الزراعة وبالتأكيد لدينا أنهار لدينا مياه عملية إدارة المياه داخل أراضي العراقية أيضا بالشراكة مع المستثمرين يعني أن لا نعتمد فقط على الحكومة في التمويل الحكومة لا تستطيع أن تمول كل شيء لكن بوابات الاستثمار المنتج الذي يستطيع أن يخلق فرص عمل ذات طبيعة مستدامة خاصة على مستوى الصناعات الغذائية يمكن أن تساهم في بقاء السكان في هذه المناطق وتقديم خدمات حكومية إلى هؤلاء بنفس جودة الخدمات الحكومية في مراكز المدن يعني المشكلة أن الزيادة عشوائية والمدن تشوهت والازدحامات والتلوث البيئي وهجرة القرى والأرياف هذه المعالجات يفترض أن لا تكون سطحية وإنما جوهرية نعم يعني تحدثنا سيدة زينب عن الاختناقات المرورية وأيضا الزيحامات الموجودة خصوصا في المدن الكبرى هنا لو نتحدث عن مدينة بغداد تحديدا أو يعني العاصمة الأم هل تعتقدين أنها قادرة على هذه الزيادة واستيعاب كل هؤلاء واليوم نحن في تزايد في أعداد السكان وخصوصا محافظة بغداد في النهار كما يقول بعض الخبراء أنه تكون الزيادة إلى 12 مليون وفي الليل إلى 11 مليون أو ممكن أكثر نعم بداية مساء الخير وشكرا نعم بداية مساء الخير وشكرا على الاستضافة طبعا أنا هسابيتي بالكرادة وجيتكم للجادرية تقريبا ساعة ساعة فأنت تخيل يعني أنا نفس المنطقة اللي هي بخمس دقائق يبطى أنه عشر دقائق أو ربع أو خمس دقائق ساعة أنا حتى وصلت تخيل إذا تروحين منطقة أخرى ما قد يحتاج من الوقت زين إحنا عدنا جامعات زين عدنا موظفي بمؤسسات الدولة اليوم إحنا بحاجة إلى إنجازات وإنجازات حقيقية من خلال تكون جسور بنفس الوقت تكون أكو مترو اللي حسب ما عرفنا أنه خلال هاي السنة تعمل علي الحكومة العراقية إحنا بحاجة أنه يكون أكو تفعيل بهذا البرنامج اليوم إحنا الشعارات هي مو كافية ما دام اليوم إحنا بحاجة إلى شيء منموس حقيقي موجود على أرض الواقع بالتالي قبل شوية منذكر الأستاذ بأنه أكو نزوح من قبل القرى والأرياف طبعا هذا سبب كبير جدا في الزخم السكاني بالتالي إنتي اليوم تلاحظين كثرة الأعداد الهائلة وخاصة في المناطق إذا كانت هذه المناطق شعبية أو غيرها بالتالي إنتي اليوم بحاجة إلى إعادة البناء التحتية من خلال أطراف بغداد اليوم إحنا أطراف بغداد للأسف مهملة إهمار كبير جدا يعني لدينا مساحات واسعة بإمكان الحكومة أنه تعمل عليها من خلال أنه تكون أكو مدارس تكون أكو مؤسسات تابعة للموظفين أنه تكون أكو مديريات قريبة عليها العفو بالتالي إنتي اليوم رح يقل هذا الزخم السكاني لأن إنتي اليوم عندك هواية من الناس تجي من ملاطق بعيدة سيدة زينب يعني كيف تعاد هيكلة الخطط الستراتيجية للحكومة للحصول على احتياجات الكثافة السكانية اليوم في العراق نعم برسم السياسة العامة للدولة وخلال هاي فترة بالتحديد وإحنا تقريبا عندنا موازنة ثلاث سنوات بإمكان الحكومة أن تعمل على مشاريع استثمارية خلال هاي ثلاث سنوات وقلت لش استثمار الأطراف اللي هي كلش مهمة واللي هي مهملة يعني خلال هاي السنوات السابقة بالتالي اليوم إتاحة الفرصة للمستثمرين ويكون أكو كونكت تعامل مع مؤسسات الدولة ومع القطاع الخاص أكيد اليوم راح تكون عندنا برامج هاي البرامج تكون منوعة هسا برنامج يكون سكني يكون صحي يكون تعليمي من ركز على فقط اليوم السكن لأن أنت اليوم عندك هواية من القطاعات إحنا بحاجة إلها يعني القطاع الصحي التعليمي اليوم هاي فتح المساحة لأطراف بغداد لحساعد العاصمة بغداد على أنه يقل هذا الزخب السكاني وبالتالي عندك إتي الخطط اللي تعمل عليها الحكومة من خلال إنشاء هاي الجسور بنفس الوقت أنه تكون أكو أكو سيستم أوقات خاصة هسا مثلا الجامعات إلها أوقات المؤسسات الحكومية إلها أوقات بالتالي اليوم أنت على أقل فترة معينة حتى يقل هذا الزخم ولو خلال هاي الفترة الحالية نعم سيد صفوان يعني يا سيدة زينب تحدثت فيما يتعلق بالبناء التحتية لكن كيف يمكن للحكومة العراقية مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التغييرات في توزيع السكان وتركيبتهم العمرية يعني واضح الحقيقة للأسف يعني لغاية الآن جميع الحكومات المتعاقبة لا تزال تفكر بأنها فقط هي المسؤولة عن تقديم الخدمات إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في الخدمات يمكن أن يساهم في تحسين جودة الخدمة بالتأكيد عدد الزيادة عدد السكان تنمو بمعدل 3% سنويا يعني أكثر من مليون عراقي يعني حاليا بمعدل 2700 شخص يولد في كل يوم فهذا العدد لا يمكن أن يستوعب إلا من خلال الاستثمار من قبل القطاع الخاص في تقديم الخدمة يعني لا أعلم لماذا لا يتم إشراك مثلا القطاع الخاص في استثمار في إنشاء طرق إنشاء مجسرات مقابل كلفة يدفعها الشخص الذي يقتني هذه الخدمة وبالتأكيد هي لن تكون كلفة عالية لأن هذه الخدمات استراتيجية لكن أن تكون الحكومة بعقلية أنها تمتلك كل شيء فوق سطح الأرض وتحسط بالتأكيد هذا لا ينمي قدرة القطاع الخاص نحتاج إلى تطوير المدن يعني مثلا أشارت السيد زينب إلى الجامعات العراقية الجامعات العراقية هناك ماركات في هذه الجامعات مثلا لدينا جامعة بغداد هي محصورة فقط لشكان بغداد لو كانت لدينا أمكانية في فتح جامعة بغداد في البصرة وجامعة البصرة في الديوانية وهكذا لخلقنا نوع من التقليل على الطلب على الانتقال من المحافظات إلى العاصمة وجودة التعليم يفترض أن تكون بنفس المعايير يعني أن لا تكون هناك يعني محافظات تمتلك خدمات أعلى أو تعليم أعلى أو طرق لدينا محافظات يمكن أن تساهم في فك الاختناقات لدينا مثلا نينوة لدينا الأنبار لدينا أيضا المثنى عدد سكان هذه المحافظات والمساحات المتوفرة والموارد مؤهلة لاستيعاب الزيادة السكانية وأيضا عملية تحديد قيود يعني لا يمكن أن تبقى بغداد تنمو بدون أن يكون لدينا خطة في إيجاد فرص عمل دائمية لهؤلاء قطاع الخدمات نعم هو منتج لكن علينا الاستثمار في الإنتاج الصناعي الزراعي السيليكة الفوسفات الكبريت السمنت هذه الموارد الموقع الجغرافي هذه الموارد يمكن أن تخلق فرص عمل دائمية وأيضا الاستثمار في المعرفة للشباب لدينا كما أشرتم 41% دون 15 سنة فنحن أمام مشاكل إذا لم يتم التنبؤ بحلول من هذا التوقيت والوزارات مطالبة والقطاع الخاص مطالب في النمو لكي نستوعب هذه الزيادة وبالتأكيد القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي تنمو من خلال تخفيض التكاليف وزيادة حجم الإنتاج نعم بعد خمس سنوات سيدة زينب سيكون أعمارهم عشرين سنة تقريبا لكن كيف تجدين القطاع الخاص تحدث سيد صفوان أنه لا يتم إشراك القطاع الخاص وممكن عند إشراك القطاع الخاص يكون هناك تقليل للبطالة بين الشباب وهناك ممكن يكون إنتاج أكبر للمواطن العراقي لماذا يكون فقط استيراد من الخارج نعم السياسة العامة للدولة إلى الآن ما وصلت لمرحلة القناعة بالمنتج المحلي إلى الآن لدينا كثير من الخبراء الاقتصاد ما تم استعانة بهم عفوا ما تم استعانة بهم حول هذا الملف يعني إحنا للأسف جاءت اليوم الآن أستاذ ذكر يعني أنا حتى الصفحة الخاصة على الفيس أنا متابعة لها يذكرون أكثر من مجالات منها هو القطاع الخاص اللي يفترض أن يكون أكو كونكت بينه وبين مؤسسات الدولة وبنفس الوقت أن يكون عندكم أكو برامج خاصة لهذا الملف بالتحديد ما إحنا عندنا وزارة الصناعة اللي هي أهم الوزارات اللي لأسف كثير من المصانع اللي موجودة حانيا غير منتجة وليست ضمن المستوى والمعايير الدولية بالتالي إحنا عندنا كفاءات من الشباب عندنا خريجين كثيرين إذا جامعات أهلية وإذا حكومية ما إحنا اليوم ليش ما نستعين بهذه الطاقات ما نعمل عليها ضمن برامج تدريبية وأنشطة تعمل عليها القطاع الخاص إحنا مشكلتنا حتى بالقطاع الخاص ما يستثمر اليوم الشاب العراقي من ناحية أنه عنده خبرة لحتى يقدر يعمل ضمن هذه البيئة أنا اليوم بإمكاني أنه أشتغل على برنامج تدريبي وأدرب هذا الشاب على بعض من المجانات ليس شط أنه يكون هو تخصص العلمي هندسة ممكن عنده موهبة عنده قدرة أنه يعمل بالإدارة بالمحاسبة أو مجانات أخرى الكثير اليوم لا يعملون بشهاداتهم وكثير متواجدين في وزارة الدولة هم يحملون شهادات مختلفة عن وظيفتهم الحالية نعم سيد صفوان لو عدنا عذرا سيدة زينب لكن لو عدنا إلى المدن الجديدة والاكتظار هل تعتقد أنه الانفتاح الآن نحو بناء المدن الجديدة هو أصبح إلزاميا لتلافي تلك المشكلة مشكلة الاكتظار السكاني في المناطق أو المدن الرئيسية طبعا العراق يحتاج إلى 250 ألف وحدة سكنية سنويا لإستيعاب هذه الزيادة الطبيعية حاليا هناك عجز ما لا يقل عن 3 مليون وحدة سكنية ولدينا شباب بالتأكيد يرغبون في إقامة أسر فعملين الاستثمار في قطاع السكن بالتأكيد من خلال المشاركة مع المستثمرين في المجمعات السكنية حاليا حكومة السوداني ماضية بخلق عقود شراكة ذات طبيعة تسمح للمستثمر بأن يتملك المجمع السكني مقابل أن يخصص جزء من هذه الإنشاءات لصالح طبقات ذات الدخل المحدود أو معدومة الدخل كحصة تقوم الحكومة بتوزيعها 6 مدن سكنية هي مقدمة لإنشاء 15 مدينة سكنية ما نطمح إلى أن يعاد توزيع السكان حسب مصادر الدخل يعني أن لا يكون هناك اكتظاث سكاني بدون مصادر دخل لأن عملية الاستدامة حاليا يعني إنشاء مدن ذكية صديقة للبيئة ذات طبيعة مستدامة يمكن أن تساهم في أن يكون لدينا زيادة بالناتج المحلي الإجمالي ليس فقط أن نقوم بإنشاء مجمعات سكنية بدون مصادر للدخل عملية إشراك النقابات في معرفة من هم منتسبين هذه النقابة في تمويل المصارف العراقية لهذه النقابات أو الوزارات طبعاً الوزارات تمتلك أموال لكنها يبدو أنها غير معنية في حل هذه الأزمة لا توجد شراك حقيقية بين خطة وزارة التخطيط وبين الأموال المتوفرة في الوزارات لو قامت كل وزارة بإنشاء تجمع سكاني لمنتسبيها ورسملت الشقق السكنية أو البيوت على رواتب المنتسبين لفكين الاختناق وكذلك النقابات وكذلك حتى القطاع الخاص يفترض أن يهتم بهذا الجانب لإدامة العلاقة مع الموارد البشرية نعم البحث في شن الاقتصادي سيد صفوان قصي وأيضا الأكاديمية في التخطيط الستراتيجي والبحث في رسم السياسات الستراتيجية سيدة زينب مزهر كنتم معي شكرا جزيلا لكم بعد انتهاء الموسم الانتخابي تترقب الأوساط الشعبية وكذلك السياسية بدأ مرحلة تشكيل المجالس المحلية لكن الخلافات بدت واضحة في بعض المحافظات حيال المناصب العليا فيها وهو ما يثير قلق سكان تلك المحافظات مطالبات واسعة شهدتها بعض المدن للقوى السياسية بضرورة الالتفات إلى الوقع الخدمي وعدم الركون إلى التجاذبات السياسية والخلافات بما يؤسس لمرحلة جديدة من الإعمار والبناء وسط تأكيدات على ضرورة احترام إرادة الناخبين ومراعاة أصواتهم في إصال ممثليهم إلى المواقع القيادية إذن لازالت القوى السياسية تنتظر حسما نتائج النهائية للانتخابات المحلية والمصادقة عليها لكن برغم ذلك فإن السباق نحو المناصب العليا بدأ مبكرا كما أن السجالات بدأت تظهر إلى العلن في بعض المحافظات وهو ما يثير القلق من مرحلة مليئة بالسخب والفوضى مواطنون وناخبون يؤكدون أن المحافظات بحاجة إلى مجالس خدمية تندمج سريعا في واقعها وتتجه نحو تطويرها والنهوض بمنشئاتها بعيدا عن الخلافات وتصفية الحسابات والرغبة المتنامية بتعزيز المكاسب والنفوذ لدى أغلب تلك الأحزاب يضاف إلى ذلك فإن الدعوات تصاعدت مؤخرا حول ضرورة مراعاة أصوات الناخبين ورأي الجماهير وعدم إقصائه وشط به خاصة وأن بعض القوائم حصدت نتائج إيجابية في محافظاتها لكنها بفعل التوافقات السياسية والمحاصصة قد تتراجع قوتها وهو ما لا يرضي الناخبين في تلك المحافظات وحول هذا الملف ينضم معنا البحث في شأن القانوني السيد علي التميني وأيضا البحث في الشأن السياسي السيد محمد العقالي أهلا بكما أبدأ معك سيد علي إذن نبدأ من مباحثات تشكيل الحكومات المحلية هل اكتملت هذه المباحثات مصورة نهائية لها متى يمكن أن تترجم على أرض الواقع تفضل نعم أحييكي أستاذة وضيفك الكريم والسادة المشاهدين طبعا بالتأكيد بعد أن تنتهي الهيئة القضائية الثلاثية من كافة الطعون سيقوم مجلس المفوضية بالمصادقة على الأسماء أسماء الفائزين جميعا في مجالس المحافظات وبالتأكيد هذه المصادقة تكون خلال 15 يوم قانونا إذا لم يصادق المجلس المفوضين خلال هذه 15 يوم يعتبر مصادق عليها تلقائيا ثم نبدأ بالعد العكسي بعد ذلك كما يتحدث القانون 21 سنة 2008 قانون مجالس المحافظات حيث يدعو المحافظة الحالي في كل محافظة المجلس الجديد خلال 15 يوم من تاريخ هذه المصادقة ويتم في الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ثم بعد ذلك نكون أمام فترة 30 يوم يتم فيها انتخاب المحافظ من بين المرشحين سواء كان المرشح من خارج المجلس أو من داخل المجلس بشرط توفر الشروط القانونية في هذا المرشح والمحافظ أيضا يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في الجولة الأولى إذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا العدد كما تقول المادة سبعة من هذا القانون قانون مجالس المحافظات نكون نكون أمام جولة ثانية بين أعلى الاثنين المرشحين اللي حصلوا على الأصوات الذي يحصل على أكثرية الأصوات يكون هو المحافظ ويؤدي اليمين وفق المادة 29 من هذا القانون أمام المجلس ورئيس محكمة الاستئناف في المحافظة هذه هي الإجراءات القانونية أستاذة التي طبعا ستشرع بها مجالس المحافظات نعم سيد محمد كل الخطوات التي تحدث عنها سيد علي هي ذاتها نشاهدها في مجلس النواب واليوم المجالس المحلية هي عبارة عن مجلس نواب مصغر هل تعتقد أنه اليوم ذلك المجلس المصغر أو المجالس المحلية يواجه عقبات ومعرقلات يمكن أن تؤخره في تشكيل المجالس المحلية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة تحية لكم وإلى جمهور قناتكم الموقرة الموضوع مختلف ما بين مجالس المحافظات ومجلس النواب من الناحية السياسية وكذلك حتى ناحية المؤسسة ذاتها مجلس النواب ومؤسسات مجالس المحافظات لكن الموضوع مترابط ومتشابه بالإجراءات في المفوضية الذي تفضل بها أستاذ علي كلام دقيق وإجراءات قانونية وخطوات هي التي سوف تفضي إلى الأسماء النهائية المصادق عليها القضية الآن سوف تتحول لربما إلى الجانب السياسي التحالفات التي تفضي إلى تشكيل المحافظات هناك ثلاث مناطق مناطق معقدة ومناطق فيها نصف تعقيد ومناطق ذات يسر وسهولة في تشكيل المحافظات فبالتالي الأكثر سهولة هي محافظات الوسط والجنوب كونها تخضع إلى تحالف الإطار الاستراتيجي وعلى ما يبدو أنه متفق ومتفاهم على الكثير من المحافظات عدى محافظتين أو محافظة واحدة سوف تكون فيها بعض التعقيد محافظة الأنبار فيها حزب تقدم هو الفائز سوف تشكل المجلس المحافظة بسهولة التعقيد في محافظة كركوك صلاح الدين الموصل نينوى وكذلك ربما ديالة هذه المناطق الثلاث لربما سوف تكون هناك إدارة مشتركة مثل إدارة التحالف الدولة تحالف إدارة الدولة لربما يعاد صياغة هذه التحالف حتى تتم التفاهمات بشكلها العام لكن في تفاصيلها الدقيقة من حيث الأرقام من حيث المقاعد من حيث تقسيم اللجان داخل كل مجلس محافظة هناك تفصيلات أخرى لكن بصورة عامة لا أعتقد في تعقيدات كبيرة ولا أعتقد في تأخير بتشكيل المحافظات وأعتقد حتى الأسماء مهيئة للمحافظين ولربما حتى بعض المحافظات تم التفاهم عليها بطريقة التوافق هذه المحافظة للكتلة سين والمحافظة الثانية لكتلة صاد حسب الاستحقاق الانتخابي حسب استحقاق المقاعد حسب الاتفاق الذي سوف يكون وأعتقد الأطار التنسيقي لم يعمد على إزعاج طرف في الأطار التنسيقي على حساب الأطراف الأخرى لأن التحديات السياسية أمام الأطار الاستراتيجي كبرى من داخل ذات المساحة وحتى من باقي المساحات السياسية فلا أعتقد سوف يجازف لا أعتقد سوف يراهن كثيرا على الخلافات باعتقادي سوف تكون هناك حالة اليسر في التشكيل للمحافظات المقبلة نعم سيد علي يعني بعدانا أعلنت المحكمة الاتحادية بأنها غير مختصة في المصادقة على نتائج الانتخابات لكن من سيعلن تلك النتائج من سيصادق على تلك النتائج النهائية للانتخابات وهذا هو موضوع مهم جدا المحكمة الاتحادية ليس في ضمن اختصاصاتها الواردة بالمادة 93 من الدستور المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات وإنما هي أي المحكمة الاتحادية تصادق على النتائج النيابية النهائية البرلمانية لكن لو رجعنا إلى القانون الخاص اللي هو قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 الذي عام 2019 تحديدا بالمادة 10 فقرة سابعة نصت بشكل صريح على أنه الذي يصادق على النتائج النهائية للانتخابات هو مجلس المفوضين مجلس المفوضية هي هذه صلاحيته بعد البت في الطعون بودي أستاذ أيضا أن أشير إلى أنه هناك يشاع إلى أنه المحافظ الذي حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات هو يكون محافظ طبعا هذا غير صحيح وغير ممكن من الناحية القانونية لأنه النص في المادة سبعة من قانون مجالس المحافظات كان صريح وأيضا المادة ستة وعشرين من هذا القانون قالت يجوز أن يكون المحافظ من داخل المجلس ومن خارج المجلس وأيضا يجوز أن تكون إمرأة بشرط أن تتوفر الشروط التي تتوفر في عضو مجلس المحافظة بالإضافة لها يعني من العمر ثلاثين سنة وأن يكون حاصل على الشهادة الجامعية أن يكون من سكنة المحافظة أو مقيما فيها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بتأييد من الجهات المختصة غير مشمول بالمسائلة والعدالة وأيضا غير مرتكب جريمة مخلة بالشرف وأيضا أن لا يكون من القوات المسلحة هذه إذا توفرت في المرشح للمحافظة يمكن أن يكون محافظا بغض النظر عن أنه يكون من داخل المجلس أو من خارج المجلس بالإضافة إلى ما ذكره الأستاذ محمد وهذه مشكلة ترافق مجالس المحافظات هي التوافقية أو المحاصصة طبعا هذه أنا برأي تفقد المفهوم الديمقراطي والنهج الديمقراطي قيمته حقيقته كذلك تضرب ما أراده المصوتين التي رشحوا هؤلاء الأشخاص سيد محمد بعد أن أعلن الإطار التنسيقي دخوله بتحالف كبير في المحافظات العراقية وهو من حقه اليوم اختيار أعضاء مجلس المحافظة واختيار المحافظة لكن ماذا سيكون رأي الناخب العراقي كما تحدث سيد علي لأنه اليوم هناك أربع محافظين أو أكثر هم فائزين بأعلى الأصوات يفترض 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 أن يحترم الاستحقاق الانتخابي لأن الاستحقاق الانتخابي هو إرادة من إرادات الجمهور حتى لا تكسر الثقة وحتى لا تضعضع الثقة على الأقل في هذه الانتخابات يفترض أن تكون هناك موازنة في الاختيار وأقتبس مما تفضل به الأستاذ علي فعلا المحافظ هو لا يشترط به أن يكون عضوا من أعضاء مجلس المحافظة بل بالإمكان اختيار شخص من خارج مجلس المحافظة ليكون محافظا وباعتقادي سوف تطبق بأكثر من محافظة هذه الفكرة اعتمادا على ماذا اعتمادا على أن قانون الانتخابات هذا يختلف عن القوانين الانتخابية السابقة كون أن الكتلة السياسية التي ترشح من أعضائها الفائزين للمحافظ سوف لربما سوف لن يعوض من الاحتياط لربما الاحتياط سوف يكون لكتلة أخرى على سبيل المثال كتلة سياسية فائزة بثلاث مقاعد وهذه الثلاث مقاعد تم اختيار واحد منهم واحدا منهم هو المحافظ عندما يأتي التعويض من الاحتياط لربما لم يكون من هذه القائمة لربما يكون من قائم أخرى بالتالي الكتل لا تريد أن تخسر الكثير من مقاعدها والربما سوف يكون الاتفاق هذه الوضعية كما يحصل في اختيار رئيس الوزراء وأيضا رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية لا مجلس النواب يشترط أن يكون من داخل أعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء يفترض يعني ليس بالإمكان وكذلك سيد عادل عبد الميدي لم يكن عضوا فائزا في مجلس النواب في دورته التي كان فيها رئيس للوزراء وإنما كذلك رئيس الجمهورية المحافظين كذلك تسري عليهم لا يشترط بالمحافظ أن يكون عضوا من عضو مجلس المحافظة باعتقاد المحافظات المهمة والحيوية والحساسة والكبيرة يفترض أن لا يرتكنوا ككتل سياسية إلى الأسماء التي تم اختيارها من قبل الناخبين بالأصوات عندما يجدون شخصا لديه مؤهلات لديه علمية لديه مهنية لديه كفاءة لديه مقومات أفضل من باقي الأعضاء الفائزين من الممكن أن يقدموا ويطرحوا شخصا تتلائم مع ذائقة الجمهور تتلائم مع طموح الجمهور في المحافظة الواحدة قطعا هذا سوف يؤدي هذا جانب جانب الثاني المحافظة الذي يأتي من خارج المحافظة لربما يكون متحررا من القيد السياسي أكثر من القيد المحاصصات أكثر من قيد يعني أعضاء مجلس المحافظة أنفسهم فبالتالي يعني حتى لكن الكتل هي من ستختار سيد محمد صح لكن الكتل هي من ستختار نعم طيب سيد علي صحيح لكن إن بعض الشر أهون إن بعض الشر أهون وذلك باختيار الشخصيات التي تتناسب مع طبيعة منصب المحافظة سيد علي لو تحدثنا عن التوقيتات الدستورية اليوم الدستوري العراقي يبقى المصدر الوحيد للشرعية السياسية للسلطات جميعا والتوقيتات الدستورية هي الضابطة والمعيار لكن إذا لم تلتزم القوى بتوقيتاتها التي ليس لها مبرر قطعا ما المشاكل المحتملة عند عدم الامتثال لتلك التوقيتات نعم هذه السقوف الزمنية وفقا للنظريات الدستورية هي يعني حتمية سقوف حتمية لكن ليس بها عقوبات لا يترتب عليها الجزاء لكنها إلزامية بمعنى آخر أستاذة أنه سقف الزمني مثلا للمصادقة أو للبد في الطعول التي قدمت إلى الهيئة القضائية الثلاثية هي عشرة أيام وأيضا أمام هذه الهيئة سبعة أيام إضافية حتى تستفسر تطلب من مجلس المفوضين المستمسكات الوثائق الأدلة حتى تصدر قراراتها كذلك في مجلس المحافظة وكذلك الخمسة عشر يوم للمحافظ الحالي عندما يدعو المجلس الجديد للإنعقاد خلال هذه المدة الـ 15 يوم ومجلس المحافظة أيضا أمامه ثلاثين يوم حتى ينتخب المحافظة الجديد لاحظي أستاذ هذه التدرجية في السقوف هو لماذا القانون قانون مجالس المحافظات يعطي مدة ثلاثين يوم للمجلس حتى يختار المحافظة الجديد يعطيه فسحة يعطيه مجال حتى يرتب أموره فيما يتعلق بالمتعلقات المالية براءة الذمة الانتهاء مثلا من العقود المتعلقة لديه لأن تعرفين مجالس المحافظات انقطعت يعني علقت لكنها لم تلغى علقت لمدة عشر سنوات هذا يجرنا إلى سؤال مهم أستاذ هل يمكن لهذه المجالس وهذه نقطة مهمة جدا أن تفتح الملفات خلال هذه المدة خلال العشر سنوات السابقة بأثر رجعي كما يسمى في الفقه الدستوري الرقابة اللاحقة كونها تمثل المحافظة تطلع على العقود على الإجراءات إذا وجدتها خاطئة تحيلها إلى النزاء تحيلها إلى القضاء برأي يمكن ذلك وهذه الخطوة أنا برأي حتمية على مجالس المحافظات الجديدة أن تطلع على العقود تطلع على الإجراءات السابقة لكنها لا تستطيع أن تستجوب المحافظة السابقة لأنه لم يأتي منها لكن هي تستطيع أن تحيل هذه الملفات إلى القضاء من باب الرقابة اللاحقة والمتابعة فإذا أستاذ هذه السقوف الزمنية هي سقوف حتمية لكن لا يترتب عليها جزاء ولكن إذا خالفها المجلس فإن قراراته تكون قابلة للقعن أمام المحكمة الاتحادية بحكم الرقابة نعم سيد محمد ماذا عن المحافظين الذين فازوا بعدد كبير من المقاعد هل سيحتفظون بمناصبهم الحالية أم أن هناك ترتيبات أخرى ستشهدها تلك المحافظات وسيكون هناك صراع داخلي على المناصب يعني هناك محافظين لديهم كتل سياسية وخاصة المحافظين الأربعة يعني محافظة البصرة وواسط وكربلا وكذلك نينوى الفوز متفاوت محافظة البصرة يعني حقق أكثر من نصف زائد واحد من المقاعد لأعضاء مجلس المحافظة وهذا له حالة خاصة باقي المحافظين الذين لديهم كتل سياسية نعم فازوا بتفوق لكن لم يحققوا النصف زائد واحد باعتقادي يعني التحالف الإطار التنسيقي سوف يدخل بهذه الجزئيات وخاصة على المحافظات الثلاثة كربلا واسط البصرة باعتقادي سوف يتغير محافظ واحد أو محافظين لكن ليس بالثلاث هم سوف يتغيرون نعم وتقضع هذه إلى المزاج السياسي داخل الإطار التنسيقي مدى قناعته ومدى يعني القناعة التي يقتنع بها الإطار التنسيقي بمشروع المحافظ كل محافظ نعم يفترض أن يقدم يعني رؤيته يقدم برنامجه يعني المقبل لإدارة المحافظة هذا المحافظ أو ذاك المحافظ يفترض أن تكون لديه المهارة تكون لديه القدرة على أقناع التحالف الإطار التنسيقي نعم بأن يكون لديه الاختيار على ضوء ضوء الرؤية ضوء الآليات ضوء الأهداف التي سوف يريد أن يحققها هذا المحافظ ورؤيته يعني الخدمية إلى المحافظة ما هي الأولويات ما هي التوقيتات للأولويات باعتقادي سوف تكون هذه المعايير لاختيار المحافظين نعم البحث في الشأن السياسي سيد محمد العقالي وأيضا البحث في الشأن القانوني سيد علي التميمي كنتم معي شكرا جزيلا لكما تتزاحم الأحداث والانتخابات في عام الفين واربعة وعشرين في دول عدة وتتقاطع خيوط التغيير السياسي والاقتصادي لتشكل محطات رئيسية وتحولات ملحوظة في دول عدة تنعكس تأثيراتها بوضوح على الاقتصاد العالمي خاصة أن أكثر من ملياري شخص في أكثر من سبعين دولة سيتواجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم انتخابات مختلفة وهو يشكل تحديا أمام الاقتصاد العالمي إذ أن حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات وتداعيتها السياسية يمكن أن تشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي العالمي الذي سيشهد تباطؤا في عام 2024 حسب توقعات البنك الدولي إذن تشير تقارير مختصة إلى أن الاقتصاد سيظل هشا في عام 2024 ورغم أن التضخم سيكون أقل من العام السابق فإن نسبته ستبقى مرتفعة بشكل عام أي ما زالت أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% التوقعات تشير إلى إمكانية أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 5% فاصلة ثمانية لعام 2024 مع عدم توقع وصول الاقتصادات الكبيرة إلى هدفها في انخفاض التضخم إلى نسبة 2% حتى عام 2025 وفي الوقت نفسه هناك توقعات بتضخم أقل أو تضخم أقل من 3% في الاقتصادات المتقدمة لكن ماذا عن الأسواق الناشئة يرى مختصون أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النمية ستشهد تضخما بنسبة 7% فاصلة ثمانية مقارنة بعام 2023 إذ بلغ أنذاك ثمانية في المئة فاصلة خمسة كما ستشهد بعض البلدان معدلات تضخم تتجاوز 10% وفي هذا الملف ينضم معنا البحث في الشأن الاقتصادي السيد محمد الموسى أهلا بك سيد محمد ماذا سيواجه الاقتصاد العالمي خلال 20-24 تفضل مساء الخير لك سيدتي مساء الخير لكل أهل العراق الحبيب بالحقيقة العام 24 لن يحمل جديدا على المستوى الاقتصادي بالمعنى الحقيقي سوى استمرار الأزمات دعيني أستعمل ما استعملتهم لأننا أمام اقتصاد هش لذل تفاقم أزمة الديون العالمية مستمرة بسبب سياسات التشدد المالي وإن كنا نرى بمكان ما أن أسعار الفائدة ستخبط مع كلام جيرون باول بأننا سنقف أمام ثلاث مرات لخفض الفائدة ولكن هذا يعتمد على ما سيجري من انتخابات داخل الولايات المتحدة وداخل جملة عوامل جيوسياسية واقتصادية تنعكس بالمباشر إضافة إلى ذلك ما نميزه بالعام 24 أن معدلات التضخم ستنخفض قليلا في بعض الدول الكبرى ولكن كما أشرت دون المستوى المطلوب والمستهدف والذي هو 2% إضافة إلى ذلك نستطيع الحديث بأن البنوك المركزية الكبرى ستتجه نحو التحفيز المالي لرفع النمو بسبب التوقعات الصادرة عن صندوق النقد وعن البنك الدولي بأن النمو العالمي لن يكون كما يجب بمعنى آخر إذا كنا نتحدث عن 2.6% فهو دون النمو المستهدف إضافة إلى أن العامل الجيوسياسي في الانتخابات القادمة لأكثر من 70 دولة في العالم وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية مع توجه الناخب بكل العالم نحو اليمين من هنا الاستقرار الداخلي في الدول نعني الأنظمة إضافة إلى العامل الجيوسياسي المحيط بالكثير من الدول إضافة إلى التحالفات الدولية المتناقضة شيئا ما نتحدث عن مجموعة السبع نتحدث عن التناقض اليوم على سبيل المثال في الرؤية لغزة ما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا ماذا عن بريكس الهند والصين إيران والسعودية وغيرها وبالتالي عشرين أربع وعشرين سيكون بمكان ما عام عدم اليقين الاقتصادي المرتبط بمكان ما بالتدعيات السياسية طيب كيف يمكن أي أثر توتر الجيوسياسي مثل الحروب النزاعات على الاقتصادات الوطنية والعالمية بكل بساطة نحن نتحدث اليوم أمام طريقين كبريين في العالم ثم سأنزل إلى المستوى الوطني إذا تحدثنا عن طريق البهارات الهندي الذي تريده الولايات المتحدة بمواجهة الصين طريق الحزام والطريق وبالتالي على المستوى العالمي هذه الطرق تمر على سبيل المثال في غزة أين الدور المصري أين الدور العراق أين دول الشرق الأوسط من ذلك أين دول جنوب شرق آسيا إضافة إلى دول الققاز على سبيل المثال هذا يبعث على القلق تجاه هذه الدول الحروب المنتشرة اليوم نتحدث عن الحرب المحتملة في بحر الصين وتيوان أمام تحرشات الولايات المتحدة بالصين ماذا عن الحروب في الشرق الأوسط المتنقلة والكل يدرك أن الشرق الأوسط ليس فقط على كف عفريت إنما هو مع العفريت شخصيا وبالتالي إضافة إلى ذلك حرب روسيا وأوكرانيا وتداعيتها التي لم تنتهي ومن جملتها التضخم وعدم الاستقرار وارتفاع أسعار الغذاء والدواء في كل العالم إضافة إلى ذلك التناقض الحاصل بين الدول الكبرى وأكبر دليل ما جرى في مجلس الأمن حيال ما يجري من مدبحة في غزة أمام الفيتو الأمريكي أمام كل الدول الكبرى وبالتالي كل هذا ينعكس على الاستقرار الاقتصادي الذي يجري في العالم طيب تحدثت عن بلدان الشرق الأوسط أين هي من المعادلة هل يمكن لها أن تطفأ تلك الحرائق لتحقيق مصالحها الاقتصادية بالحقيقة الأمر يتوقف على الولايات المتحدة ماذا تريد في الشرق الأوسط الولايات المتحدة أمام حلفين في الشرق الأوسط حلف الاعتدال العربي وهي لا تدعمه بشيء على العكس هي تدعم الإسرائيلي بكل ما أتيت من قوة ولا أدل من تصريحات بلانكين وبايدن وكل ما جرى في غزة وما يجري اليوم من ضرب في لبنان وغيرها من الدول وبالتالي الدول عندنا ميزتها أمرين إما السياحة وأما النفط بالنسبة لتوقعات النفط الحديث يدور ما بين السبعين والتسعين دولار وبالتالي اثمانين دولار المتوسط هذا إذا لم يكن العامل الجيوسياسي حامل وبمعنى آخر أيما حروب من اليمن إلى فلسطين ستنعكي استلقائيا على أسعار النفط وبالتالي إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في استقرار اقتصادي ونمو اقتصادي عليها إطفاء الحروب في كل المنطقة وعلى رأسها وقف المذبحة التي تجري في غزة هاشم نعم الباحث في شن الاقتصادي يا سيد محمد الموسى كنت معنا شكرا جزيلا لك وأيضا أنتم مشاهدين شكرا لكرم المتابعة ألقاكم في منشيتات أخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة